بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع الشابتر الأول Introduction to Hydraulic Machines هنتكلم في هذا الجزء على Types of Hydraulic Machines Hydraulic Turbines Hydraulic Turbines يمكن تصنفها إلى نوعين أساسيين النوع الأول يسمى Impulse Turbine ومثال عليه Belt and Turbine اللي بتوضحه الصورة دي النوع الثاني وهو Reaction Turbine وأمثلة عليه Francis Turbine وCaplan Turbine بالنسبة للImpulse Turbine أو البلتون Turbine هو سمي بهذا الاسم كلمة بلس تعني نبضة ولو نظرنا إلى الريش اللي موجودة هو بتبقى عبارة عن عجلة زي ما واضح قدامنا في الشكل كده والعجلة دي عليها مجموعة من البوكت وفيه جت من المية بيصطدم به البوكت دي فلو أنت تحركت مع البوكت نفسه فهتلاقي في البداية المية بتصطدم بالبوكت ده يعني بياخد صدمة أولية ثم بيلف بعدين يجي مرة تانية ياخد صدمة تانية وهكذا فبالنسبة للبوكت بتكون المية بتتحرك عليه أو بتيجي عليه في صورة نبضات أو صدمات متقطعة ولذلك يسمى هذا النوع إمبالس تربين النوع التاني وهو الرياكشن تربين بيختلف فيه حركة الماء لأنها بتعتمد على فرق الضغط الموجود بين المدخل والمخرج لرياش التربينة فمثال عليها فرانسيز تربين وفي النوع الفرانسيز بنجد أن المية بتدخل في الكيسنج بتاعتها وبتمر من رياش توجيه ثم بعد كده بتمر على الرنر وطبعا نتيجة وجود المية الخاص بالرياش دي ووجود فرق الضغط بين المدخل وبين المخرج للريشة فبيبدأ المية تدف في الريشة دي وتنقل الحركة إلى الشافت وتخرج من الريشة في الوضع ده بنلاحظ أن الفلو بيدخل على الريشة في اتجاه الراديال وبيخرج في اتجاه الأكسيال ولذلك يسمى هذا النوع أيضا ميكسد تربين أما النوع الثاني والمثال الثاني من الرياكشن تربين اللي هو الكابلن أو البروبيلر هنلاحظ فيه أنه هو نفس فكرة العمل بتاعت فرانسيز ولكن الفرق أن بالنسبة للرنر المية بتدخل في اتجاه الأكس وبتخرج فيه اتجاه الأكس ولذلك يسمى هذا النوع أكسيال تربين يتفق النوعين كرياكشن تربين في وجود فرق الضغط أو السبب الرئيسي في حركة الماء هو وجود فرق في الضغط بين مدخل الريشة ومخرجها هذا الفرق يساهم في تحريك الريشة وتحريك الماء على سطح الريشة مما يؤدي إلى دف أو فرض فرصة على هذه الريشة وتحريكها ونقل الحركة للشفط ولذلك يسمى هذا النوع ريأكشن تربين بسبب وجود هذا الفرق أو بمعنى آخر أن الباور اللي بتأخذ من هذا النوع تعتمد على رد الفعل الناتج من وجود فرق الضغط بين مدخل ومخرج التربين بناء على ذلك يتم تقسيم الرنر بتاع التربين لعدة أقسام في الفرنسيس تربين وده يعتبر ميكسد فلو لأن الفلو بيدخل في اتجاه الريدياس الراديال فلو وبيخرج في اتجاه الأكس أكسيا الفلو النوع الآخر اللي هو الفيكسد بيتش بروبيلر وده يعتبر ينتمي لي عائلة الكابلن ولكن الفرق بينه وبين الكابلن أن الفيكسد بيتش بروبيلر بتكون الرياش بتاعته ملحومة على الهب بميل ثابت لا يمكن تغييره أما في حالة الكابلن بتكون الرياش ركبة على بيفوتس أو قرص قابل للحركة هذا القرص يخلي فيه إمكانية لتحريك هذه الرياش وتغيير زاوية ميلها أثناء التشغيل طبقا لللود اللي موجود على التربينة أما بالنسبة لبيلتون والتارجو والكروسفيلو فدي كلها تنتمي إلى عائلة الإمبالسترباين لأنها بتعتمد على سرعة المائع الجيت اللي هو بيخبط الميا بيخبط الريشة وبيبدأ يدفها ويعمل حركة يعني بيعتمد أن ما فيش أي أصلا فأر في الضغط في الدخول والخروج ولكن يعتمد على سرعة المائع اللي بتصطدم بي الريشة ترجمة نانسي قنقر